حالياً عندي أيقونة جديدة وصلتني في تطبيق تيك توك وهي في الصفحة الشخصية إذا دخلت عليها راح تشوف هذه الأيقونة راح تسأل نفسك أو راح تضغط عشان تعرف شو اللي موجود في هذه الأيقونة هذه الأيقونة هي عبارة عن فلاتر وأدوات اللي نستخدمها نفس اللي موجود في تطبيقات الثاني للسوشال ميديا سواء كانت تلوين للوجه أو حتى تلوين المساحة اللي عندك أيضاً هذه الفلاتر بإمكانك تستخدم فيها اللي هي الأقنعة وأدوات مختلفة من اللي هم 3D وال2D اللي هم ممكن أن تتحركهم بطريقة ما بحركة اليد أو غيرها طبعاً هذه الأداء ما راح تشتغل معاك فقط على التطبيق مباشرة إلا من خلال برنامج لازم تحمله على الكمبيوتر هذا البرنامج اسمه Effect House وهو من برامج التيك توك برنامج مجاني بإمكانك تحمله وتستفيد منه وهذا مع التعلم مع الأيام راح تاخذ المهارات البسيطة ونقدر ناخذ عليها شرح وإذا شرحنا هذه الأداة من بعدها تقدر تبدأ حتى تعمل فلاتر على تطبيق التيك توك بدون ما تروح للبرنامج إذا مهتمين أتمنى تكثرون من اللايكات على هذا الفيديو عشان أتأكد أنكم محتاجين هذا الفيديو وهذا الشرح وعشان تشوفون اللي هو الإبداعات اللي ممكن تسويها من خلال Effect House شوفكم إن شاء الله مع فيديوها الثانية شكرا للمشاهدة